ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي حتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فوزير الخارجية والهجرة والشؤون المصرين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي هيلتق اليوم مع آن كالير لوجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمل إفريقيا ويعقد وزير الخارجية مع المسؤولة الفرنسية جلسة مباحثات تتناول العلاقات المتميزة بين القاهرة وباريس وسبل تعززها في شتى المجالات بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك النهاردة هيؤدي طلاب السنوية العامة شعبة الرياضيات امتحان مادة التفاضل والتكامل وبيتكون امتحان المادة من 20 سؤال منها 18 موضوعي لاختيار من متعدد واثنين سؤال مقالي وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأسئلة ستكون متبقة للمواصفات الفنية للامتحان وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة للطلاب وتفرز قدرتهم المعرفية والعلمية النهاردة هيتم سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوت وأعلنت وزارة الداخلية البدء في قبول دفعة جديدة للطلب الراغبين فالالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية زكور وإناس بالقاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2024-2025 وده من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمي من الذين يكتزون الاختبارات المقررة لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية ومؤجلة من الجولة 29 من عمر المسابقة هيلتقي البنك الأهلي مع سموحة الساعة 9 بالليل